نعود مجددا إلى ضيفتنا من نواكشوت الفنانة وردة منت همد فال الفنانة الموريتانية أهلا بك سيدة وردة رمضانك كريم أهلا بك أختي العزيزة رمضان كريم كل عام وأنتم بخير الله يخليك شكرا حدثينا قليلا عن أجواء رمضان كيف كانت وكيف الآن كيف أثرت عليها ربما جائحة كورونا بشكل عام الحمد لله طبعا كانت جائحة كورونا للأسف الشديد ضررها على العالم كله وبصفة خاصة على موريتانيا كان فيها أضرار كبيرة أضرار بشرية وأضرار اقتصادية وكل شيء بس أظن أن الفنان الموريتاني كانت أكثر متضرر بالنسبة لبلد ولكن لتوقف أعماله ككل صحيح هذه تعتبر من أبرز التحديات ولكن ألم تكن فرصة ربما لتوعية المجتمعية بحكم أن الأغنية الموريتانية دائما تعنى بنشر الوعي المجتمعي ومعالجة القضايا السياسية عبر هذه الرسالة طبعا بالنسبة للفنانين كانوا موجودين في الصدارة للوقوف بجانب بلدهم وشعبهم في ظل هذه الجائحة وطبعا أنا أفتخر أني أكون من الأوائل الفنانيين اللي واكبت هذه الظرفية صحيح ومن ناحية التوعوية لأن الفنان له دور كبير في بلده وفي مجتمعه يعني يحمل مش عالة الأمور تخص شعبه وبلده وتوعية بأي مجال كان خاصة أنه ظهرت مؤخرا في أغنية ذل نختير هي دعوة صريحة ربما للمجتمع التي تخلي عن عادات سيئة حموما يعني هل ستواصلين في هذا المنحة مستقبلا أما ربما سنراك في أغنية لطريقك إلى العالمية إن شاء الله يا ربي أتمنى إن شاء الله من بؤك لباب السماء قالوا المصريين أتمنى إن شاء الله أني أدخل العالمية في أغنية التي نختير كانت أغنية تتكلم عن مشاكل اجتماعية وعادات للأسف تكون دائما تكون سلبية على المجتمع صحيح وأنا أتمنى دائما أني أكون فنانة غاضية أقوم بدوري اتجاه بلدي وشعبي إن شاء الله وهذا الطريق الماشى عليه إن شاء الله ولكن ما المعاوقات قلتين أتمنى أن أجد طريق للعالمية ما هي المعاوقات المعاوقات كثيرة كثيرة جدا نظرا لأن فيها عدة ظروف ما تخلي الفنان يوصل طبعا الفن الموريتاني يفن قابل أن يوصل للعالمية بس الظروف مش مساعدة الفنان كثير نظرا لأنه ما في شرايك إنتاج كبيرة تكون حاضنة للفنان وعماله الفنية وأيضا ما فيها قانون ملكية فكرية يحافظ الفنان على منتوجه وعلى أعماله وعلى تعبه وفي كثير عوامل لا بد لها من مقابل طويلة عشان أحكي معاك فيها صحيح ربما لا يسعنا الوقت للحديث عن كل هذا ربما لن تحرمي المسامعين اليوم المشاهدين في مقتطف صغير جدا من أغنية من اختيارك أو حتى من أغنيات ذا اللي نختير مقطع من أغنية اللي نختير نعم طبعا لشراف تكون هذه الأغنية ووصلتكم ووصلت بعض دول العالم العربي هذا يكون شراف كبير يعني أحس أني مرتاحة لأني وصلت ربما شوي شوي مقام موسيقي يعني ما به العادات مخليني قالت له بأنه ارتفع ما بيه أفضل شخص الجيني بيه أخلاقي ما تنفع عادات المجتمع بيني يا خيو بينك لا يبقع عادات المجتمع بيني نعم